هنروح لالسكواش داخل جدول النادي الاهلي عندنا اتنين نجمات كبار جدا سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر ياثرب عادل ونادين شهين اللي اتنين بيلعبوا في بطولة ماليزيا في الاسناء اللي احنا فيها دلوقتي المفتوحة الاسكواش بطولة ماليزيا من البطولات الصعبة جدا وماليزيا دولة عظمة في الاسكواش ياثرب عادل ونادين شهين ادروا ان هم يصعدوا لربع انهاء بطولة ماليزيا المفتوحة اللي بتتلاقي في الفترة 226 نوفمبر اللي احنا فيه واللي مجموعة جوائزة 55 ألف دولار ودي صور من البطولة ياثرب كانت بدأت مشوارة بالفوز على بطلت أستراليا بنتيجة 3-0 في ماتش استمر الـ 21 دقيقة فقط وبعدين فازت في دور الـ 16 على بطلت جنوب أفريقيا بنتيجة 3-1 في ماتش استمر 40 دقيقة وده برضو وقت مش طويل ياثرب في دور التباني هتلاقي بالأمريكية أوليفيا فيتشر والمصنفة الأولى على البطولة في ماتش صعب ربنا معاك إن شاء الله ياثرب أما نادين شهين فبدأت مشوارها في دور الـ 16 وفازت على زملتها في المنتخب ونجمة نادي ودي دجلة نور أبو المكارم بنتيجة 3-0 حياة دي كانت مفاجأة كبيرة في ماتش قاعدة 64 دقيقة وده وقت طويل نادين هتلعب في دور التمانية مع الملازية راشيل أرنولد وده مباراة أيضا صعبة والحقيقة إذا ما حضركم شايفين السكواش في نادي الأهلي برضو من الألعاب الشايفة طفرة مصطفى عسل كمان بيشارك عندنا مجموعة كبيرة جدا من لعبين على مستوى عالي سواء في المنتخبات وكمان لعبة اللي هم الجينيورز أو اللعبة اللي هم الناشئين والناشئات أيضا على مستوى عالي جدا ونادي الأهلي الحقيقة عنده مجمع سكواش في نادي الأهلي فرع الجزيرة أو لا المقر الرئيسي طبعا مش فرع ده مقر الرئيسي في الجزيرة ملعب يضم أو مجمع يضم تم الملعب تم الملعب متجهز على أحلى مستوى الناس اللي ما تعرفش أو الجمهوري نادي الأهلي اللي ما كانش لي طبعا الحظ أنه يزور نادي الأهلي لا عندنا مجمع في السكواش كبير جدا وأنا سامع الحقيقة إن ده مش هبقى مجمع الأخير هيتم بناء مجمع آخر في أحد الفروع يعني هنا النادي الأهلي بيوفر بنية تحتية في السكواش زي ما شفنا في الجنباز في الخبر السابق